ومعانا الاستاذة نسمة اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا عسيد نشيخ الحمد لله احنا نحبك في الله ربنا يعزك ويزيدك نور وبركة يا رب احنا بنرتاح والله من كلامك كل يوم كده لما تابعناك الحمد لله ربنا يحفظك ويزيدك نور وبركة ويباركلك في صحتك وفي اولادك ويجعلك ان شاء الله في خير حال بعد ازمك يا شيخ اتفضلي انا ليه معاش يعني معاش جوز يعني فابني كان في قرب ومزنوق وكنت مجوزة وكده فالزنقنا جامد او بعد الفرح طيب فحبتها ساعدة عملت له قرب يعني انت اختردت ليه هو ولاي جوزت من غير قرب بس بعد الفرح فييته بقى متدايق ونكد ومشاك يعني انت اختردت ليه هو ولا اختردت ليك انت لا ليه ليه انا طيب يعني انت التكلفة اللي انت فيها دي فاختردت انت وانت ديله فلوس دي حولت المعاش وسدت معلي عشان هو كان في دي اجمد يعني وكده طيب وبعدين الوقت انت بتنقدر الف جنيه انا عايزة بس تقول لي بعد ما اقفل عشان اسمعك في التلفزيون حاضر اقول يا سيدي اتفضلي طبعا ابني انا معي ولدين طيب اللي جوزت دي شوف عايشنا يومين كده في زن او قرب كده طيب انا قلت يعني احمل انا الزنب زي بعد رب يقفل لي انا الحمد لله بيسيبنيش ولا وقت طيب ليه بس يعني اكملي بس المهم ايه عملت له وهنسد انا والله لسه ما صرفته بس بس قال قبل ما اصرفه هصرفه يعني وسدم عليه هل علي زم طيب يبقى انت بتتكلم ان انت اقتردتي عشان تفك كارب ابنك اه صح كده اه طيب وانتي ما كنتش تعرف الحكمة اصلا انا عملت جمعيات وجوزت وبرده بقيت ملطش وكده فانا ما حبش ده بقى سألك سؤاله هو انتي لما عملت له الجمعيات والحاجات دي انتي بقى بقيت مديونة انتي انتي بقيت مديونة فلوس عليه هو مش عليك انتي مش علي انا والله يا شايف خلاص القرد اللي انت اقتردتيه ده سدد القرد من عليه وانتي كانت نيتك طيب وما كانتش اصدك ان انتي تقترد الكلام ده انتي اردت ان انتي تخفيف عنه وما كنتش عارفة ان ده وات ممنوع والله يا جوزت جوزت وما جدنا جدت فلوس ثلاث من اختي وجدت من هنا ومن هنا وفكت كاربه بس مرضي تعمل القرد دي بعد الفرح بقى لقيته وغير به هو وكده ما اقليش طيب يا حاجة انا سنتي كبيرهم مش عايزة ناكد يعني في البيت انتي الفلوس اللي خدتيها دي خدتيها عشان تتفعيله قصد بيت تتفعيله حاجة ولا انتي انا عندنا بيت وعندي معاش الحمد الله لا مش انتي مش انتي يا حاجة هو قعد معايا في البيت هو قعد معاك في البيت اه طيب واحدة واحدة وانتي كانتك صرفت عليه يعني الوقت احنا جوازناه بس الفلوس اللي عليه دي شوف عامل لي مشاكل عشانها انا قلت سدها وهو ان شاء الله ربنا قرمه بشغل انا يعني هقايا طيب يا سنتي بص خلاص انا عارف تجد مسألة بص يا سنتي انتي سد الفلوس دي وانا عدرب لك مثال واحد دلوقتي كان عمل حاجة والحاجة دي فيها مخالفة شرعية وهو دلوقتي ناوي يخرج منها هو بيخرج منها ده ما بيبقاش عليه اسم ليه للنتاب وهو بيسدت الاقصاد دي بقى ما بيبقاش عليه اسم لان داوت اسمه الخروج من الحرمة يبقى اذا اذا كنت انتي ما اقتربتيش الحاجة ليه مشقة لك انتي ولتعب لك انتي او لحاجة لك انتي وعملتيها دي عشان ابنك ابنك المفروض كان يجتهد وينفق على نفسه اما وانك انتي خدت الفلوس مش عشان تشتري بيها حاجة او تمولي بيها مشروع او تعملي بيها خدمة فخلاص احنا اقترضنا القرض ودلوقتي احنا في نص الارض نعمل ايه وتوبنا هنا يبقى خلاص نسدد الاقصاد دي ومعليناش اسم يعني انتي بتسدد الاست ما عليكيش اسم يبقى انتي كده ربنا سبحانه وتعالى اكرامك وخلاص وربنا جعلك سبب من اسباب التيسير على ابنك وخلاص وسدد الاقصاد دي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبركلك ويكتب لك الخير بانك انتي فرقتي على ابنك وعلى فكرة انت كده دخل في قوله صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفل لنا جميعا ويجعلك ان شاء الله في خير حال